خبز معموم من المرز والدقيق ربسته روعة وطعمه يجنن شايفين عامل ازاي؟ مربينا نشوف بيتعمل ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة هناء احسين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض خبز طعمه حلو جدا معمول من الموز وزبيب مكوناته سهلة جدا هو طعمه بيبقى مسكر شوية نشوف مع بعض انه قوناه كبايتين من الدقيق الابيض وننخلهم كويس وهنحتاج تلت كباية دقيق علشان لما نيجي نعجن ونفرد معلقة ونص من الزبدة بتكون بدون ملح زبدة بدون ملح معلقة صغيرة من الخميرة الفورية نص معلقة ملح ابيض بيضة نص كباية من الزبيب ومستين يكونوا مستويين انا مستخدمها في المقادير كبايات المقادير والمعالق اللي بتستخدم لمقادير الخبز هيا دي المقادير تعالوا مع بعض بسرعة نشوف الطريقة اول حاجة جبت المستين اللي عمدي وهدستهم كويس جدا هادف لهم البيضة وهادف لهم الخميرة هقلب دوبت الزبدة بتاعتي في الميكرو ويف وخليتها أسيلة هادفها للخليط وهادف الزبيب وعلب من الوقت هادف الزبيب هادف له الملح واخلط وهادف الزبيب بالتدريج واخلط كون عندي خليط لزج بالشكل ده هغطيه وهسيبه يختمر لمدة ساعة ونص دلوقتي مر ساعة ونص على العديمة زي ما احنا شايفين الضاعف حجمها لكنها ملزقة كتير هن رخانة او القشبة التقطيع بدقيق احنا معانا تلت كوباية دقيق علشان كده وحد هن ايدي بدقيق وحاول انزل العجينة هرش عليها دقيق كون احنا نبتد وحاول انزل احنا نبتد على شكل دير دي بوقتي بعد ما فرجت العجينة بالشكل ده هقطعها على تلاتة. وقطع كل جزء على تلاتة اجزاء. كل الوقتي هياخد كل جزء من التسعة اجزاء. بعد ما رشيت دقيقة على الروخة بتاعتي. هبتدي اشكله على شكل ضايرة. بالشكل ده. وعملها كورة. بالشكل ده. وهضطها بالصوغ بتاقيه. اخلص الكمية وارجع لكم. دلوقتي انا خلصت الكمية هي بتاع من تسعة قطع. هبطيها. واسبها لغاية ما يتضاعف حجمها. وبعدين ارجع اكمل معكم. دلوقتي انا خلصت العجينة لغاية ما تضاعف حجمها. ودلوقتي هعمل لها شكل جمالي. هجيب اي حاجة فيها تخريمه بالشكل ده. وحضغط شوية بسيطة على اللينا. وبمصرة الشاي. هرش شوية دقيقة. عشان يدو منظر جمالي بالشكل ده. لو ما عندكمش ممكن نستخدم الشوكة. بنضغط بالشوكة ضغطة بسيطة. وبروش دقيقة. بالمصرة بتاعت الشاي. عشان يديني شكل جمالي بالطريقة دي. ودلوقتي خلصت. هدخلها الفرن. الفرن متسخن على درجة حرامية وتسعين. وهتاخد في الفرن حوالي من خمستاشر لعشرين دقيقة. هدخلها الفرن وهجعله. رحته رائعة. شايفين شكله عامل ازاي. في منتهى الجمال. هستنى اما يبرد ونقدمه سوا. حابة اوريه لكم هو من جوه عامل ازاي. شايفين? زي ما قلت لكم في الاول طعمه مسكر. لانه معمول من الموز وفي زبيب. هياجب ولدكو جدا. اتمنى ان انتو تجربو. وده الشكل النهائي للخبز. الطريقة سهلة جدا. طعم رائع. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكو. لو عجبكو دوسوا على زر الايجاب. وشاركوه مع اصدقائكم. وان شاء الله اراكم في فيديو قريب قادم مالا كونية ثانية حسين.